أعلن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية سيد جميل بن محمد علي حميدان أن الدورة والمراكز التأهيلية الأكاديمية والمهنية على استعداد تام لاستقبال الطلاب والطالبات من ذوي العزيمة للعام الدراسي الجديد بدءا من يوم الأحد المقبل مع مراعاة تكثيف الجهود المبذولة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابر الوقائية بهدف تحقيق أقصى درجات السلامة لكافة الطلبة ومنتسبي هذه الدور والمراكز والبالغ عددهم 109 طلاب وطالبات وبهذه المناسبة قدم حميدان الشكر والتقدير لكافة منتسبي الدور والمراكز التأهيلية العاملين مع ذوي العزيمة وأولياء أمورهم على دورهم الفاعل ومساندتهم الدائمة للطلبة لرفع المستوى التأهلي والمهني لهذه الفئة وذلك ضمن المساعي المشتركة والفاعلة للارتقاء بالخدمات التأهيلية والتعليمية في مملكة البحرين هذا وتلفت الوزارة النظر إلى أن الخيار متاح لأولياء الأمور لحضور أبنائهم الطلبة للدور والمراكز التأهيلية والأكاديمية أو تلقي التعليم عن بعد وذلك في جميع مستويات آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا ترجمة نانسي قنقر